موسيقى متزوجات لم يبلغن بعد سن الرجد القانوني تخلينا قصرا عن أحلامهن الطفولية ليجدنا أنفسهن أمام واقع فردته العادات والأعراف والتقاليد ووقفت في أحيان كثيرة الظروف الاجتماعية والاقتصادية سدا منيعا أمام تغييره تزويج القاصرات أو تزويج الأطفال أو الزواج المبكر مسميات متعددة لظاهرة مجتمعية يجمع الكل على كونها انتهاكا لحقوق الإنسان موسيقى أكثر من 12 مليون فتاة عبر العالم يتم تزويجهن قبل الاحتفال بعيد ميلادهن الثامن عشر كل عام رقم صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف يستدعي وقفة للتحليل ومحاولة للبحث عن أجوبة لأسئلة تدور في فلك إلى متى تستمر الظاهرة المغرب نموذجا حدث ذلك قبل 12 سنة آنذاك وجدت فاطمة نفسها زوجة في سن السادسة عشر من عمرها زواج قصري كان له ما بعده من مأساة ومعاناة زوجت قصيرة يعني زوجت وانا ما قبلش زوج زوجت ما زل ما عنديش 19 عام زوجت 2000 وجوج وكنت كان سكن في مدينة دي المراكش بحكم أن الوليد وكانوا يعني صحاب وذلك شي صافي يجوجني وانا ما بغيتش يعني بحكم أنني رفضتوا ذلك شي ومع ذلك يعني صمو زوجونا صافي من بعد بدأت المعاناة لعنا بشي تزوج شي واحد ومشي شخص هو ما بغيش وما زل ما عارفش على الحياة الزوجية حتى شي تفاصيل يعني بحلرة ما زل عقل طفولة ما زل ما زل في الدهن ديالي تي ما عارتش من زوجو؟ لا عارت عارت ورفضت بزاف وبحكم أنا تدلي لانتع الزوج كنت غادي نهرب لانا ما تحملش باش نزوج بواحد شخص ما عندي حتى شي صيلا به ما كان عارفو ما كي عارفني ما ما زال يعني ما كان عارف شنو هو الزوج كان سمع بالزوج ولكن شنو هي تكوين الأسرة يعني كي خصك تكون بعدها مهيئة نفسيا عاد باش تزوج أنا هاد الفكرة كلها ما كانش عندي يعني كان غير ذك التقاليد ديال الوليدين صافي غادي تزوجو صافي هادشي اللي كان عارف فك الارتباط كان النتيجة الحتمية لزواج فاطمة انتقال من حالة عائلية إلى أخرى ومسؤولية ما تزال تتحملها لوحدها بعد ما بقيتش يعني تزاد عندي الولد يعني تزاد عندي صافي بدت المعاناة فاش تزاد الولد بدت المعاناة بدت مشاكيل معه ومع العائلة دياله لأنه كنت كان سكن مع العائلة دياله صافي من بعد ما بقيتش قادرة كان تحمل لأنه يوميا كي نلعصى كين مشاكيل كتيرا صافي أنا كنقول لي إنسان لي كي تزوج قاسر ماش يزوج هادا كراغي غتيصة بديل طفولة ما تحملت ووزيت الوليدات ديالي صافي وهاجرت من ديك المدينة قاع المدينة أخرى باش نربي ولدتي ودفعت يعني اطلاق ديالي ما بقيتش قادرة تحمل يعني انت معاناة كثيرة يعني باش تربي جوج ديال الأطفال وبوحدك وما عندك مخدامة ما عندك شي مدخول ما كين شي معاونة يعني صعيب صعيب يعني باش ندوز 12 عام بتاع المعاناة اللي وينا هذا يعني صعيب باش يقاس حاول تسعى فاطمة اليوم لأعادة ترتيب حياتها وطي صفحة من الماضي من خلال العودة إلى الدراسة وتحقيق حلم مشروعا موسيقى مني كنت كان قراءة يعني كنت واحد ظروف كانت الوليدة ديالي هاجرت في الأوروبا صافي بقيت غير مع الجدد ديالي صافي ما بقيتش كان قراءة يعني ما كانش ذاك شي اللي بغيته ما لقيتش ما كنقول ما لقيتوش معاهم بزاف ديال خسكي مصاري ما لقيتش ليعاوني حتى في القراءة صافي وخرجت من القراءة ديالي تخشي قبل ما تزوجي قبل ما تزوج صافي بقيت غير في الدار يعني كان دير الطارز كخياطة ديال تقليدي ذاك شي تقليدي يعني كنت كان ديره صافي من بعد تزوجت تزوجت صافي كما قلت لك كانت المعاناة معهم وطلقت من بعد طلاق صافي وليت رجعت ووقفت على رجلي الحمد لله كبر ولوليدات ووليت رجعت كان قراء دخلت العلوم الشرعية قرأت يعني ثلاث سنين في العلوم الشرعية الحمد لله ما زالت نقول كنتمنا يعني نكون من خاتمتي إن شاء الله ونكمل القراءة ديالي معاناة فاطمة تشبه معاناة الآلاف من الفتيات اللواتي أجبرنا لأسباب ولظروف معينة على دخول بيت الزوجية من باب الاستثناء القانوني أو بطرق أخرى أولا عندما نتناول موضوع زواج القاصرات بالمجتمع المغربي ينبغي أن نتناوله دون تهويل أو تهوين بمعنى لا ينبغي أن نتصور بأن كل المجتمع المغربي بأن هذه الظاهرة منتشرة كثيرا ليست هي بهذه الحجم هي فقط أنا ما أعتبره هي بقايا من المجتمع التقليدي وأنها تتعلق ببعض المناطق البعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى في المغرب هذه المراكز هي هذه المناطق التي هي بالأساس مناطق قروية في 2004 أقر المغرب إصلاحاً بنيوياً وجوهرياً باعتماده لمدونة الأسرة كقاعدة محددة للشروط والواجبات والحقوق في الحالات العائلية مدونة وصفت وقتها بالثورة النعمة والتي جاءت بعد نقاش كبير بين مختلف الفاعلين ووضعت المغرب ضمن مصاف الدول الضامنة لحقوق المرأة واستقرار الأسرة في مادتها التاسعة عشر تنص المدونة على أن أهلية الزواج تكتمل بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهم العقلية ثمان عشرة سنة شمسية لكنها تجيز في مادتها العشرين لقاد الأسرة المكلف بالزواج بالإذن بالزواج دون سن الأهلية بمقرر معلل المدونة الأسرة مع إقرارها بهذا الأصل فتحت نافذة لاستثناء وهذا الاستثناء هو أنه يمكن من خلاله تزوير شخص دون 18 سنة بطبيعة الحال المبدأ هو أن الاستثناء يقدر بقدره فحدت لهم جمعة ضمانات مسترية يعني يتعين مراعتها عند النظر في هذا الأمر ومنحت هذه الإمكانية أو صلاحية تزويج القاصر إلى قاد الأسرة المكلف بالزواج هل القانون المغربي يعني يضع شروط محددة لحالات الاستثناء أم أنها ترتبط فقط بالسلطة التقديرية للقاد المكلف بالزواج بطبيعة الحال الزواج أو تزويج القاصر هو يمنح السلاحية أو السلطة التقديرية لقاد الأسرة المكلف بالزواج ولكن هذه السلطة التقديرية ليست سلطة مطلقة هي سلطة مقيدة أولا يتعين في الموضوع أن يكون هناك طلب مقدم من القاصر بطبيعة الحال موافقة النائب الشرعي الذي يبقى معها على الطلب وهذا الطلب بطبيعة الحال يتم دراسته من خلال أولا مجمعة من الضمانات هذه الضمانات وأن القاضي ملزم بإجراء بحث اجتماعي أو خبرة طبية والاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي ولممارسة العملية أثبتت أن قضاء الأسرة المكلفين بالزواج يستمعون حتى القاصر وبعد أحيال الخاطب وهذه ممارسة الفضلة وبطبيعة الحال يصدر مقرر معلل يعني يجب أن يعلي القراره بتزوير القاصر طبيعة الحال على مجمعة من المعطيات الواقعية والمعطيات بطبيعة الحال القانونية التي تسمح بمنح هذا الاستثناء في التزويج اللي بطبيعة الحال كما قلت هو يخالفه والأصل اللي هو وخص يكون في 18 سنة بالنسبة لزواج القاصرات نعرف أن مدونة الأسرة حددت سن الزواج في 18 سنة لكن أعطت استثناء بالنسبة لزواج القاصر والمدة 20 ومدة 21 التي خولت للقضاء التدخل من أجل زواج القاصر وأعطت الحق للقاضي من أجل يدرس الملف وذلك من خلال الخبرة الطبية والبحث الاجتماعي لكن مع الأسف هذا النصين الذي لما جاءت مدونة الأسرة كانت تعتبر استثناء أصبحت هي القاعدة وهذا ما عبرت عليه الإحصائيات الرسمية التي قدمتها يعني الوزارة العدل سنة 2020 التي جاءت فيها أنه نسبة زواج القاصر أصبح مهولاً وقلقاً لأنه 19952 ملف طلب إذن والذي أعطى فيه القضاء 13325 تقريباً من أدونات هنا السؤال هل القاضي التي سلمت له السلطة التقديرية من أجل الإذن بزواج القاصر يعني هذه السلطة القضائية هذه السلطة التي أعطت للقاضي هي التي أعطت لنا نتيجة 13352 نسبة هنا الإشكال أنه هل تطبيق النص يطبق بطريقة غير صحيحة لأنه النص يقول أن القاضي يجب أن يستعين بخبرة على الطفلة وببحث اجتماعي مع الأسف هذه النصوص لا تطبق بالطريقة التي جاءت بها وكذلك الاستماع هل القاضي يستمع إلى القاصر؟ لا القاضي يستمع لولي القاصر من خلال طبيعة الحال الممارسة العملية لأقسام قضاء أسراء فيما يتعلق بمسترة زويل القاصر لوحدة معك للأسف أن هناك أرقام يمكن القول أنها أرقام مزعجة أو أرقام ربما مهولة بمعنى إلخذنا المتوسط منذ دخول مدونة الأسرة حيث تنفيد في 2004 إلى حدود الآن هذه اللحظة أنه هناك نسبة 117% حتى 11% بعد أحيان 13% النسبة زويل القاصر من نسبة العامة للزواج هذه النسبة طبيعة الحال تشكل في بعض الأحيان وفي بعض السنوات تصنع إلى حدود 40 ألف في السنة 40 ألف إذن بالزويل القاصر الحمد لله أنه بسبب مجهودات وتضافر ضي مجهودات الجميع في السنوات الأخيرة هذا الرقم يعني أصبح يقل شيئاً فشيئاً ولكن في المتوسط لا زال رقماً يسائل جميع طبيعة الحال الجهات المسؤولة ومن بينهم طبيعة الحال الجهاز القضائي وطريقة تعامله أولاً مع مستر الدزويل القاصر وتفعيله الضمانات المنوحة قانوناً في هذا الإطار في إطار التزامات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء الذي تم إطلاقه تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أنجزت رئاسة نيابة العامة بتعاون مع منظمة اليونسيف دراسة تشخيصية حول موضوع زواج القاصر دراسة قضائية اعتمدت على المعطيات الإحصائية المسجلة من سنة 2015 إلى حدود سنة 2019 في ثمانية عشرة محكمة كان الاستيماع الأزيد من ألفين فتاة تزوجة سويا قاصر في إقليم أو منطقة الزيلان التي تعتبر أكبر إقليم في المعاركة المغربية ويجسد تركيبات سوسية ثقافية المجتمع المغربي فتم الاستماع في استمارة 12 صفحة وكانت في مختلف الأسئلة التي يمكن أن نجهها فالنتائج التي فرزتها الدراسة والتوصيات التي أسفلت عنها بطبيعة الحال يمكن أن نقول بأنه كان فيها واحد من تشخيص الحقيقي للظاهرة وتبين واحد نسبة كبيرة جدا أن المعطى الثقافي أو السوسي الثقافي هو المتحكم الأكبر هو المتحكم الأكبر يعني في هذه الظاهرة هذه طبيعة الحال كانت واحد مفارقة غريبة جدا يعني اكتشفنا من خلال الدراسة وجدنا أولا بالنسبة للفئة المستهدفة اللي هم هذه الفتيات اللي تزوجوهما قصيرات لما تم طرح سؤال عليه يعني من هو متخل القرار في الزواج لقنا معك من الأسف أنها نسبة كبيرة جدا يعني كتفوق 90% الفتاة نفسها يعني تصبح حمالة لهذه المعطية الثقافية التي تؤدي إلى الترغيب في هذا النوع من الزواج لكن في آخر الاستمارة هناك سؤال يسمينا يعني هواجس وآمال فتم طرح سؤال على الفتيات لو عاد بك الزمن إلى الوراء هل كنت استقبلين هذا الزواج؟ فمعك من الأسف لقنا النسبة مرتفعة جدا يعني كتفوق 85% بلا هناك من يتحدث عن تزويج قاصرات وهناك من يتحدث عن زواج القاصرات إذن زواج إذا اعتبرنا بأن الفتاة بأنها نفسها ترى بأنها وصلت إلى سن الزواج ولا تبدي أي اعتراض على ذلك والزويج إذا كان قصريا أنا لا أعتقد البتة بأن اليوم المجتمع المغربي بكل أجهزته الرسمية تسمح للأباء بتزويج بنتهم قصريا هذا كلام ينبغي أن يعاد فيه النظر هناك زواج هنا المشكل الذي نعاني منه وأنه كيف نقنع هذه الفتاة ومحيطها الأسري بأن الزواج المغبكر في هذه السن ليس في صالحهم جميعا أما أن نتحدث عن الزواج لا أعتقد ليست هناك مسألة فرض العمر بالقوة قد حرسنا منذ اعتلاءنا العرش على النهوض بوضعية المرأة في خطابه بمناسبة الذكرى الثالثة والعشر لجلوسه على العرش دعا العهل المغربية الملك محمد السادس إلى التطبيق الصحيح لمقتديات المدونة وتجاوز السلبيات التي أبانت عنها التجربة ومراجعة بعض البنود التي تم الانحراف بها عن أهدافها وفي مغرب اليوم لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها وهنا ندء لتفعيل مؤسسات دستورية المعنية بحقوق الأسى والمرأة وتحييل الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعتها وإذا كانت مدونة الأسى قد شكلت قفزة إلى الأمام فإنها أصبحت غير كافية لأن التجربة أبانت أن هناك إدة أوائق تقف أمام استكمال هذه المسيرة وتحول دون تحقيق أهدافها ومن بينها مادم تطبيقها الصحيح لأسباب سوسيولوجية متعددة لا سيما أن فئة من المواطنين ورجال العدالة ما زالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء والواقع أن مدونة الأسرة ليست مدونة للرجل كما أنها ليست خاصة بالمرأة وإنما هي مدونة للأسرة كلها دعوة ملكية لقيت ترحيبا في الأوساط السياسية والحقوقية خاصة تلك المطالبة بإلغاء تزويج القاصرات ونسخ المادة العشرين من مدونة الأسرة ليصبح سن الزواج محددا في الثامنة عشر بالنسبة للفتى والفتاة كما هو منصوص عليه في المادة التاسعة عشر منها وطبعا أن الطفلة لو يأخذ إذنها أو رأيها في زواج يمكن أنها ترفض لكن مع الأسف لا يمكن استمع لها ولكن نطبق عليها النص قانوني ونعطي الإذن بزواج ولا نفكر في مآل ومستقبل هذه الطفلة لذلك نقول أن الفصلين 2021 يجب أن تحدث من مدونة الأسرة للحد من زواج القاصر الذي يعتبر اغتصابا لطفولة فتاة لها تريد أن تتعلم تريد أن تعيش طفولتها بكل المعاني الطفولة وتحلم بمستقبل اجتماعي اقتصادي في المستقبل كغيرها من الطفلات والأطفال نقاش قانون حقوقي وقضائي تفاعلي من شأنه أن يخلق الشهادات لكنه غير كاف بحسب مختصين للحد من ظاهرة مقلقة تتجاوز للسثناء وفق الأرقام والمعطيات ففي سنة 2020 لوحدها تلقت محاكم المملكة نحو 20 ألف طلب تزويج قاصرات وتم قبول ما يزيد عن 13 ألف طلب في الشرق القضائي ديالها الدراسة اللي صرفت عليها رئيسة نيابة العامة كشفنا أنه بالأحكام ديال توبوت الزوجية 15% كانت تعلق بأطفال قاصرية نقاربنا المدة في خمس سنوات وعطتنا واحد الرقم تقريباً لكي تجاوز الألف فيلضفنا هذا الرقم هذا ديال الرقم الأسود اللي كان يمر عن طريق توبوت الزوجية من خلال التحيل العميسة للتوبوت الزوجية ثم الرقم الآخر الأسود ديال زواج الفاتحة أو زواج الكنتراء يصح التعبير إلى الرقم المعلن فنحن أمام ظاهرة طبيعة الحال مقلقة تحتاج إلى واحد جهود كبير جداً أجل يعني مقاربتها مقاربة عقلانية فهمها وتضاف الجهود جميع يعني كل من موقعه من أجل يعني كسب الرهان ديال الحد في أفق القضاء على هذا الظاهرة طبيعة الحال تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل بحسب الدراسات الرسمية وغير الرسمية فإن أسباب استمرار ظاهرة تزويج القاصرات متعددة منها ما هو قانوني لكن أغلبها ذو طبيعة اجتماعية واقتصادية ودينية ويبقى الهادر المدرسي وهجران مقاعد العلم أحد أهم روافذ الظاهرة فخلال الموسم الدراسي 2020-2021 وصل عدد التلاميذ الذين غادروا الدراسة 331 ألف تلميذة وتلميذة ما يشكل نسبة 5.3% من مجموعة تلميذ نسبة ترتفع بالتعليم الإعدادي لتصل إلى 9.7% فيما تبلغ نسبة الهادر المدرسي بالتعليم الثانوي 7.4% كان إبرام اتفاقية للشركة اتفاقية إطار الشركة والتعاون بين رئاسة نياب العامة ووزارة التربية وطنية في 2021 بطبيعة الحال الهدف أو العنوان لهاد اتفاقية الإطار هو الحد من الهدر المدرسي يمكن أن نقول لكم أنه في ضرف السنة الأولى من تفعيل هذه الاتفاقية للشركة وقلم رسنة استطعنا أنه نرجع أكثر من 20 ألف فتاة وفتاة لمقاعد الدراسة الدولة تحاول عن طريق مدرسة وتمدرس الفتاة توفير المدارس لتدريس الجنسين وبالأخص الفتيات أن ترفع من الوعي وأن تقنع ساكنة وسكان هذه المناطق بأن هناك اختيارات أخرى بالنسبة للفتاة القروية من غير الزواج المبكر والإنجاب المبكر تصف القوانين الإنسانية الدولية زواج الطفلات المبكر بكونه شكلا من أشكال العنف القائمة على نوع الجنس واتهاكا لحقوق الإنسان ظاهرة لا تمر دون أن تترك آثارا وتداعيات اقتصادية صحية ونفسية على الطفلة وعلى أطفالها وعلى المجتمع هؤلاء الفتيات بحكم عمرهن المبكر لم يصلنا إلى شروط النج النفسي والبدني الذي يسمح بالزواج وأن هذا الزواج المبكر له تداعيات على الصحة النفسية وعلى الصحة الجسدية لهؤلاء الفتيات فقط ولكن ربما الدعوة الشفاوي وحدها لا تكفي ما ينبغي وهذا ما تقوم به الدولة منذ عقود عديدة وهو أن تخلق تنمية شماعية وتنمية اقتصادية داخل هذه المناطق هذه التنمية بما تتضمن من بنيات تحتية ومن مدارس ومن تنويات إعدادية وتأهيلية هي التي ستنضج الشروط السوسيو اقتصادية الكفيلة بأن تغير هذا التصور الذي يجعله من الفتاة لا تصلح سوى لأن تكون زوجة وأم أنا كنقول أي وحدة عندها بنت ما تزوجها تخليها حتى تنضج اللي بغى تزوج تفوت عشرين عام تفوت عشرين عام حتى كل واحد يشرب العقل دياله مزيانه وعارف شنو هو الزواج المسؤولية صعيبة باش يتحملها سوى البنت سوى الولد صغير خصوم حتى يوصلوا لواحد يعني يكون بناد مناضج عاديك ساعات يتزوج أما باش يتزوجهم صغير راغيت تعدو عليهم أنا ما كان اعتبر شهدك زواج يعني بحل كتصفتها بحل كتتكرفسي لها يعني بعينك يعني كتشوف كي يتصفتوا لأباء الوليدين ديالهم وكي يتكرفسوا عليهم ما كي يتزوجهم شهده صحيح أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعا وإن كان ضعيفا في أعداد المتزوجات قبل سن الرشد لكن استمرار الظاهرة يشكل تحديا كبيرا فهل تنجح المراجعات التشرعية والمقاربات القانونية والحقوقية في الحد من ظاهرة تزويج القاصرات وهل تؤتي الخطط والبرامج الحكومية في هذا الشق أكلها أسئلة من بين أخرى يصحب الإجابة عنها في المدى القصير لكنها ليست بالمستحيلة إن توفرت الإرادة من أجل التغيير وضمان حقوق نساء الغد اشتركوا في القناة